المرة الماضية خبرتكم إنه رحت على تايلاند وقدين بهرت بجمال هالبلد وبكل تفصيل من تفاصيل هالرحلة الحلوة اليوم بدي أخدكم على أهم الأسواق في هالجزيرة واللي ممنوح إنكم توصلوا بوكيت وما تزوروها مع إنه الوقت لسه كتير بكير بس زي ما شايفين كتير في ناس وخاصة اللي جايين على دراجاتهم وهون أخد مني أكتر من نص ساعة وأنا أجرب أصور بس ما كان يزوط معي من صوت الدراجات وحركتهم الله سترني يا جماعة كان رحت فيها حتى لحوم ولعب لعب 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 مش مشكلة يلا صباح الخير اليوم إحنا موجودين بسمران فريش ماركت هذا السوق يعتبر واحد من أهم الأسواق الموجودة في بوكيت اللي منه بتقدروا إنكم تشتروا كل إشي طازج ممكن يخطروا على بالكم طبعاً لحتى نوصل هون هذا الماركت لازم نصحاله بكير حتى نقدر نوصل ونشتري الأشياء اللي إحنا بدنا إياها والأكلات الزاكية اللي إحنا حابين إننا نجربها حتى الموظفين وهم بطريقهم على الأشغالهم لازم يمرؤوا لهون وياخدوا وجبات بتكون جاهزة ومحضرة حتى يجربوها طبعاً هون كل إشي عم بيكون فريش سواء بتكون خضار فواكه لحوم دواجن أو حتى أسماك ومأكلات بحرية كل هون بتلاقوهم بهذا السوق طبعاً بهذا السوق كل شي فريش موجود وكان لازم أجرب جربت كتير أشياء وأهمها المانجا يا جماعة أسكى مانجا بالعالم موجودة هون شكراً أخذنا المانجا طبعتنا وطبعاً كان لازم أجرب الدوريان الدوريان هذا النوع الفريد من الفواكه ومن أشهر أنواحها في تايلند سواء أول إشي عشان نقدر نختارها لازم نشمها زي كيف يختار الشمها من نفس المبدأ بس لي حتى صراحة مش زاكي هلا بالنسبة لطعمتها أنا لسه ما دقتها فريش بس بيقولوا إنه يا بتحبها يا ما بتحبوها هذا النوع من الفواكه الجادلي ما حد عارف يتفق عليه هل هو زاكي أو لا جيت لهون حتى قدر أدوق الدوريان سو هلا رح تقصها لأنه أكيد ما رح نقدرنا أكل الحبة كاملة فرح تقصها وبتصير هيك حجم صغير هلا بتشوفو كيف وبناءً عليه مندوقها منقرر إذا هي زاكي رح أحبها أو لا أوكي هيك بيكون شكلها طرية زي ما المست الأفوكادو لا وضعي طعم أي أشي يعني مش إشي طعمة أنا بحبها كتير بس فيها شوية حلاوة بس مش أسكى إشي دقتها بطايلن في كتير أشياء أسكى من هيك وطبعاً وين ما نروح عادتنا باختيار البطيخ زي ما هي هاي صفرة وبترين هذا السوق يعتبر من أنظف وأكبر الأسواق الشعبية الموجودة في تايلند واللي ممكن إنكم تزوروه بكل أريحية تجربوا وتتسوقوا كل المأكلات التايلندية احنا هلا بالمدينة القديمة يجينا حتى نستكشف سوق الأحد سوق الأحد من اسمه بفتح بس يوم الأحد واللي هو يوم العطلة الأسبوعية رسمية في تايلند منتجات كتير بتلاقوها بها السوق من حرف يدوية لملابس لسوفينيرز وأي إشي بخطر على بالكم موجود هون يعني من الآخر إذا حابين تتسوقوا وتجيبوا هدايا كتير هذا هو المكان المناسب وزي ما عم بتشوفوا في فقرات ترفيهية مختلفة بتم عرضها بنص السوق منها عروض أزياء للزي التايلندي التقليدي لحتى يتعرف السياح أكثر على الزي التقليدي أو فقرات غنائية وإنتوا عم تتمشوا بسوء الأحد رح تلاحظوا وجود مباني تاريخية كتيرة وهذا المنظر ما بتفوت تحديداً وقت غروب الشمس التسوق في بوكات مش مجرد تجربة تسوق عادية بل هو رحلة استكشافية مثيرة بتتيحي لكم الفرصة التي تكتشفوا من خلالها الثقافة المحلية والتقاليد والمنتجات الفريدة فما تفوتوا عليكم هاي الفرصة اشتركوا في القناة